اشتركوا في القناة بمبعوث الرئيس المصري نائب وزير خارجية مصر السيد رؤوف سعد حاملاً معه رسالتان الأولى تتعلق بمساندة شاد لترشيح مصر على منصب الأمين العامل للنسكو والثانية تحمل تدعو رئيس الجمهورية لتدعو الرئيس مصر يدعو نظيري الشادية إدريس ديبي إتنو للمشاركة في عمال المنتدى العالمي للتجارة والاستثمار الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في ديسمبر القادم اللقاء كان بحضور وزير الشؤون الخارجية حسين إبراهيم طهى بجانب معاوني رئيس الجمهورية الحبيب حامد محمد تأتي هذه المقابلة بعد شهر وقت من زيارة العملية والأخوات التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى البلاد لتعزز مرة أخرى تعمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنجمين رسالتين حملهما نائب وزير خارجية مصر العربية السيد رؤوف سعد إلى فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيد نو من نظره عبد الفتاح السيسي وحملت الرسالتين في طياتهما تقديم المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العامة لمنصب منظمة اليونسكو وهي المرشحة الأفريقية الوحيدة في هذا المنصب وشات قدمت تأييدها القوي والفعال للمرشحة الأفريقية تسلم الرسالتين سمحت للوزير المصري بأن يتطرق مع فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيد نو في عدد من الخضايا الإقليمية والأفريقية والعالمية الراهنة سيما تفعيل كل الاتفاقية المبرمة بين البلدين وقدم الوزير المصري أيضا دعوة لفخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيد نو لحضور المنتدى العالم للاستثمار الذي تنظيمه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ السياحية في أولي شهر ديسمبر القادم وقدم الوزير أيضا دعوة لفخامته لحضور منتدى الشباب الأفريقي والذي احتضنته لعاصمة الشادية أنجمينها في الشهور الماضية ونفس هذا المنتدى من المزمع بأن تحتضن لعاصمة المصرية القاهرة في شهور القادمة هذه عدوات استقبلها فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيد نو بالترحيب والترحاب لأن العلاقات المصرية الشادية علاقات أزلية تاريخية تشهد نهضة كبيرة وتعاون مستمر في شتى المجالات كما أن جمهورية شاد وجمهورية مصر العربية تتقسمان أهدافا مشتركة في جميع العصائدة المقابلة كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي السيد حسين إبراهيم طاه والأمين العام برئاسة الجمهورية السيد ناجم ياماسوم ونائبة مدير المكتب المدني لفخام الرئيس الجمهورية السيدة أميرة إدريس دابيد السيد رعوف ساعد نائب وزير خارجية مصر العربية عقب خروجه من المقابلة ثمن الجهود المبزولة من قبل فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيد نو في تقوية العلاقات المصرية الشادية وثمن أيضا موقف شاد وتأييدها لمرشحة أفريقيا في منصب اليونيسكو السافرة مشيرة خطاب نحن نعتمد على جهود شاد في مساعدتنا مع الدول الأخرى في تأييد الترشيح وباعتبار أن المرشحة المصرية هي مرشحة أفريقيا لم تعد مرشحة مصر لما هي أصبحت مرشحة أفريقيا بعد أن حصلت على قرارين من القمة الأفريقية الأول في بيتجون في 2016 ثم الثاني في أديس أبابا في 2017 بتأييد المرشحة المصرية لكي تكون المرشحة الأفريقية الوحيدة المقدمة من أفريقيا التأييد السيد الرئيس كان صريحا ونهائيا بأننا ناتشاد ترشح المرشحة المصرية لأنها مرشحة أفريقيا وأن هذا التزام التزامنا به كقادة أفريقا وأكاد الوزير المصري أيضا بأن جمهورية تشاد مدعوة رسميا في شخص فخام الرئيس الجمهورية من الحكومة المصرية بحضور المنتدى العالمي للتجارة والاستثمار وستلعب جمهورية مصر العربية دورا كبيرا في جلب المستثمرين الأجانب إلى تشاد من أجل التكامل والمنفعة المشتركة الرسالة الأخرى دعوة الحقيقة لكي من السيد الرئيس السيسي إلى السيد الرئيس تشاد لحضور المحفل السنوي لأفريقيا للاستثمار هذا سوف يوقع في ديسمبر القادم في شرم الشيخ وهو ثاني مرة يوقع فيها هذا المحفل مخصص لأفريقيا مدعوة للشركات العالمية من القطاع الخاص ومن الشركات المتعددة الجنسية العلاقات التنائية تحدثنا على أنه لابد أن نبدل مزيد من الجهد لتنشيط العلاقات الإمكانيات للتعاون ضخمة والإرادة موجودة إذن المطلوب الآن هو التنفيذ وبالتالي فنحن اتفقنا وكان اللقاء كان حميميا دافئا وشعرت فيه بالمكانة التي تحظى بها مصر لدى الشاد والشاديين وأيضا بالمكانة التي تحظى بها الشاد في مصر جمهورية شات وجمهورية مصر العربية تلعبان دورا مهما في جلب الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية السامرة سياما محاربة الإرهاب واستئصاله من دول الإقليم اشتركوا في القناة